بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أسهل في المرسلين. مرحبا بكم مرة أخرى. هذه الحصة إن شاء الله ستحاول تقديم إحدى البرمجيات التي قمت بإنجازها للجو جيبرا كما تلاحظون هنا. هذه هي منصة الجو جيبرا بطبيعة الحال. يمكن للتلميذ أو الأستاذ الوصول إليها بطبيعة الحال بشكل سهل ومجاني. أولا العنوان ذلك كما تلاحظون هو la fonction affine. هذه البرمجية تقوم بتوليد مجموعة من الأسئلة. وكذلك تتفاعل مع جوبات التلميذ. مثلا ستلاحظون هنا شكل هندسي. طبيعة الحال هو عبارة عن تمتيل ميبياني لدلة ألوحية. وعبارة عن مستقيم كما تلاحظون هنا. والمطلوب من المستعمل أو المتعلم هو إدخال صورة العدد ناقص إثن بهذه الدلة. وكذلك صورة العدد ناقص إثنة مثلا بنفس الدلة كما تلاحظون هنا. سنحاول إجابة عن هذه الأسئلة. وبعد ذلك سنقوم بإدخال معامل الدلة. الذي هو A هنا. وكذلك سنقوم بإدخال B. الذي هو متلوق والأرتب عند الأصل بالنسبة لهذا المستقيم. مثلا هنا لدينا صورة ناقص إثنان. سنذهب إلى هنا ناقص إثنان. وننزيله بطبيعة الحال سنجد ناقص خمسة. هنا سأكتب ناقص خمسة في هذا الإطار. صورة العدد ناقص إثنان بهذه الدلة هو ناقص خمسة. سنستعمل إلى واحد المفاتيح بطبيعة الحال. صورة العدد ناقص ثلاثة. ناقص ثلاثة كما تلاحظون هنا يناقص ستة. ناقص ستة. سأقوم بإدخال العدد ناقص ستة. بالنسبة لي معامل الدلة. بطبيعة الحال هنا دلة تزايدية. سيكون معاملها موجبا. بطبيعة الحال المعامل هنا سأقوم بإدخال واحد. ناقص ثلاثة. بالنسبة لي بي. أرتب عند الأصل خاص بهذا المستقيم. صورة العدد سبريع. كما تلاحظون هنا هي ناقص ثلاثة. سأقوم بإدخال ناقص ثلاثة. بعد الانتهاء من إدخال هذه المعطيات. بعد الانتهاء من إدخال الأجويب على طبيعة الحال. سأقوم بالضغط على هذا الزر. الذي يمكنني من تأكيد الأجويب الذي قمت بإدخالها. عندما نضغط على هذا الزر. ستقوم هذه البرمجية بتصحيح هذه الأجويب. بطبيعة الحال التي يقوم بإدخالها. ستلاحظون بأن هنا مثلا سأحصل على إشارة. هذه الإشارة ستخبرني إذا كان الجواب صحيحة أو خاطئة. كما تلاحظون هنا فعلا فإن صورة عدد ناقص ثلاثة بالدلا أفي ناقص خمسة. ببيانين كذلك نقوم بالتأشير عليها عن طريق بطبيعة الحال. أربط كل عدد بالصورة ديالو الخاصة بهذه الدلا أف. كذلك صورة عدد ناقص ثلاثة عفوا بالدلا أفي ناقص ثلاثة كما تلاحظون. معامل هذه الدلا هو واحد. وعدد بي هنا هو ناقص ثلاثة. كذلك حصلنا هنا على التعبير الخاص بالدلا أف. اف دو ايكس تساوي واحد ايكس. قمنا بإدخالها واحد وكذلك بي هو ناقص ثلاثة. وبالتالي فإن هذه الأجوبة هي جميع الأجوبة صحيحة. ونكون بذلك حصلنا على أربع نقاط كاملة. سنمر للسؤال الثاني. باستبع هذا الزر المنون باللون الأصفر يمكننا توليد مجموعة من الأسئلة. اضغط لأحصل على سؤال جديد. بطبيعة الحال سأحصل على تمثيل مبيان آخر هنا. واحدوا معي. وكذلك أحصل على أعداد أخرى. والمطلوب مني هو كذلك حساب صور هذه الأعداد. مثلا هنا صورة العدد ناقص ثلاثة. ناقص واحد ناقص اثنان ناقص ثلاثة ثم سأنزله. هنا سأجد ربما ناقص تسعة. يمكنني إدخال ناقص تسعة. طبيعة الحال نحن فقط هنا نجرب هذه البرمجية. ناقص تسعة. بالنسبة لصورة العدد واحد. بالنسبة للعدد واحد فإن صورته هي كما تلاحظون هنا يناقص واحد. سأقوم بإدخال ناقص واحد. ثم بالنسبة للمعامل. سأقوم بإدخال معطية خاطئة هنا. مثلا يمكنني أن أدعى القيمة الصفر. بالنسبة لبا مثلا نعرف أن با تساوي هنا ناقص ثلاثة. يمكنني إدخال مثلا ناقص اثنان او اثنان. سأدخل قيمة تخالف ناقص ثلاثة فقط لقوم بتجريب هذه البرمجية. ثلاثة. 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 أنا متأكد بأن الجواب الأول والجواب الثاني هم أجوبة صحيحة, ولكن الجواب الثالث والجواب الرابي هم أجوبة خاطئة. وبالتالي فإننا سيحصل على نقطتين فقط. إذا فتل إلى النقط الأربع التي حصلت عليه في السؤال السابق, وبالتالي سيكون مجموعة النقط 6. ثلاثة. سنرى إن كان هذه البرمجية فعلا ستعطينا 6 نقط كما توقعنا. لذا لاحظوا. الجواب الأول كان جواب صحيح الجواب الثاني كان جواب صحيح أما الجواب الثالث والجواب الرابي فكان جوابان خاطئاً وبالتالي فإننا حصلنا على مجموع 6 نقط هنا نحصل على التصحيح سورة ناقص ثلاثة سورة العدد واحد هي ناقص واحد لكن المعامل الدالة هو اثنان والأرتب أن الأصل هنا بالنسبة لنا هو ناقص ثلاثة سنمر لي سؤال آخر سؤال جديد سأقوم بإدخال العدد خمسة هنا في هذا الإضار بالنسبة لسورة العدد اثنان سورة الاثنان هنا هنا هي أربعة أربعة بالنسبة لمعامل هذه الدالة معامل هذه الدالة ستجدون هنا واحد سأقوم بإدخال العدد واحد بالنسبة للبي سورة العدد السفر كما تلاحظون هنا هي اثنان سأقوم بإدخال العدد اثنان في هذا الإضار بعد الانتهاء من إدخال هذه الأجوبة سأقوم بالضغط على هذا الزر عندما أضغط على هذا الزر ستقوم قلت البرمجية بالإجابة أو بإعطاء الأجوبة إذا كانت الأجوبة خاطئة أو إذا كانت الأجوبة صحيحة كما تلاحظون هنا حصلنا على مجموعة 10 نقاط كانت لدينا سابقا 6 نقاط بإضافة هذه الأجوبة لأنها أجوبة صحيحة لكل سؤال هنا هنا نقطة وبالتالي 4 نقاط إضافة إلى 6 نقاط السابقة هي 10 نقاط كما تلاحظون سنقوم بتوليد سؤال جديد يمكننا الحصل على دلة ناقصية يعني معاملها سيكون سالبا سنرى ذلك مثلا هنا لاحظوا هذه الدلية دلة ناقصية صورة العدد 3 1 2 3 سأجد هنا 10 أو ناقص 10 سأقوم بإدخال ناقص 10 بالنسبة لصورة العدد سفر كما تلاحظون هي ناقص 1 ناقص 1 بالنسبة للمعامل معامل هذه الدلة هو 1 ثم 3 ثم ناقص 3 3 وبالنسبة لبي هو ناقص 1 صورة عدد سفر بهذه الدلة التي ستلاحظونها أمامكم هو ناقص 1 وكانت لدينا سابقا 10 نقاط بعد تأكيد هذه الأجوبة التي قمنا بإدخالها سنرى على كم نقطة سنحصل حصلنا على جميع الأجوبة بطبيعها كما تلاحظون أن الأجوبة الصحيحة وبالتالي فإن مجموع النقطة التي حصلنا عليها بعد إنتاج أو بعد إنجاز أربع أسئلة حصلنا على أربعة عشر نقطة يمكننا أن نحصل على سؤال جديد سؤال الخامس نريد مثلا توليد سؤال جديد نحصل على دلة جديدة هنا ويمكننا توليد سؤال آخر سؤال السادس هذه الصورة هنا عندما نضغط عليها سنتمكن من إعطاء الفرصة لتلميذ آخر حتى يجيب على سئلة جديدة لاحظوا عندما أضغطوا هذه الصورة فإن هذا العدد سيعود إلى العدد واحد كستيون رقم سبعة ستعود إلى كستيون رقم واحد وسنحصل بطبيعة الحل على شكل جديد أتمنى أن تنال إعجابكم هذه البرمجية وإلى برمجية مقريضة بحول الله